أنا ولا شيء بالنسبة البلاداي ولا شيء يعني لا إلنا حقوق ولا إلنا إشي ما مندرس بمدارس حكومة ما مندرس بجامعات حكومة ما منروع مستشفيات حكومة يعني لو منروع مستشفى حكومة تبرونا كأنه أجنبي ومندفع بزيادة عن الأردن كتير يعني بعملوك كمواطن من بره بخذ النظر أنك عايش هنا وأمك وردنية أنت تظلك جنسيتك جنسيت أبوك وما مش زيك زي بقية المواطنين ما لك حقوق زيك زيهم يعني مرة وأنا مروح من الشغل راجع في الليل وقفتنا الدورية الشرطة فبطلب الهويات ما معاي هوية فأخذوني في السيارة على المغفر يعني ووقفوني لولا إنه أجت أمي وأجت وختي وقلت لهم هاي أمي وهاي أخوي وعبان ما يعني ما طلعوني والله يعني محبط يعني يعني لما يتوغضك دوية الشرطة قدام الناس يعني شو بده يكون إحساسي بقولك هذا صبه الله عمله عملي ولا عمله شغلي مستحيل أني أجيب بابي لأن الظروف اللي رح يخلق معاها البابي رح تكون كتير ظروف صحيحة ما بقدر أخذ ابني لإلي يعني جنسية ابني لجوزي مش لإلي ما بقدر يتملك ما بقدر ينحط أي إشي بإسمه ما بقدر يدخل مدرسة ما بقدر يدخل جامعة ما يعني حتى إذا بدي أحطه بالحضانة رح أنسئل عن وين الرقم الوطني تبع الولد فأنا رح أصفي كل حياتي متعزبة عشان أنا جبت هذا الولد عشان أنا أعزبه إحساس أنثى غير مكتمل بين قصين إحساس أنثى غير مكتملة مش قادرة تعمل أكتر إشي بتحبه الأنثى أكتر إشي بتحبه أنه يكون عندها بابي وهذا الإشي أنا مش قادر يعمله لا أولادي لا يحملون أي جنسية حق أي ديرة يعني بدون خالصين عرفتي؟ إن إذا ما عندهم هوية ما عندهم الجنسية ما عندهم إثبات يثبت إنهم يعني كويتيين من أم كويتية راح شوية أمورهم تصير صعبة سواء إذا بيسوون معاملة إذا بدخلون جامعة بدخلون معهد بدخلون مثلا سلك عسكري ولدي بيتوظف يعني مناصب أو شغلة فيلاقون معناتب هالشغلة هذي يسوونا شغلة على أقل مو حقي ولا حق زوجي حق مستقبل عياننا موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة قبل الجنسية المغيبية كان بيقولوا هم دائما في مشكلة بيقولوا هم أجانب لكن في الوقت الحالي الحمد لله كل شي تغير مدام عندهم جنسية المغيبية اعتبرون مغربة قبل القانون ما كانت عندي جنسية المغربية كنت بحس كاني غريبة شوي بس الحمد لله صار فيني عامل أي شي مثل كل أولاد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة